مرة اخرى يفتح مجلس الامن الملف اليمني ويقلب في صفحاته والنتيجة بيان يصدره رئيس المجلس يشتمل البيان في صفحاته الثلاث على شرح وتوصيف للمشكلة اليمنية بالاضافة الى توصيات عدة استهل البيان فقراته بالقلق من تدهور الوضع الانساني مستندا على احصائيات الامم المتحدة التي اكدت ان اكثر من 22 مليون يمني بحاجة ماسة للمساعدات اي ما يزيد عن ثلاثة ملايين واكثر مقارنة باحصائيات العام الماضي ما يعني ان تفاقم الكارثة الانسانية والتهام الامراض والاوبئة لالاف اليمنيين لم يخرج المنظمة الدولية وهيئاتها من دائرة القلق وربما لا احد يدري اي انواع المحفزات التي يمكنها استثارة انسانية الامم المتحدة واخراجها من هذه السلبية الى اتخاذ اجراءات فعالة قبل ان يفنى اليمن واليمنيون استمر البيان في فقراته المتلاحقة بسرد العديد من المطالبات المتعلقة بدخول المساعدات والدعوة لفتح مطار صنعاء لتسهيل وصول الاغاثة حد تعبيره بالاضافة الى دعوة الدول الاعضاء للتنفيذ الكامل لحظر توريد الاسلحة والرقابة على خطوط الملاحة الدولية الواضح اذا ان البيان لا يعد عن كونه اجراءا روتينيا لا يحمل اي جديد من شأنه التأثير على مسار الحرب في اليمن اشتركوا في القناة